هوية بغدادة العمرانية تعاني المزيد من التشوه في ظل إهمال الأوساط الشعبية والخدمية ففي شوارع الكرخ والرصافة التي تغنى بها الشعراء والسواح كثيرة هي المباني ذات الواجهات الخربة والاستياء سيمة غالبة لدى الموابنين يأتي وقال يبني كابون وحد يبني لحجر وحد يبني لنايلون احنا نقول مثلاً او جام او هذا كان قبل يطلق تصميم تبني عليه حتى الواجهة الواجهة اش ولا عدل ولي خالف غرامة كان قبل اكو قانون بس بالورقة كلها هاي تراكم الفساد خال الحكومات حكومات من 2003 لحد 2020 وراح تقلص 2020 وحنا كش ما افتهمنا اكو اهتمام كان موجود اكو مركزية اكو قانون يحاسب تدمير ما اكو ادامة ولا اكو كذا وهمال موجود فساد موجود هذه كلها عوامل خلت انه ما اكو تخطيط مثل قبل يعني او بمعنى حرص على التصاميم بغداد غياب القوانين الصارمة التي تفرض على مالكي المباني التجارية اعادة ترميم واجهات بناياتهم او تصميم الجديدة منها ابرز الاسباب التي فاقمت احد اهم ازمات بغداد الجمالية اما امانة بغداد فوضحت انها وجهت انذارات عديدة لاصحاب المباني التجارية لكن لا جدوى من ذلك المسؤول الاول والاخير عنها هو صاحب البناية شرعت دارة بلدية الكرادة بتوزيع انذارات لاصحاب البنايات كافة اللي تشوه المنظر البصري بمدة انذار ثلاثة اشهور لغرض الترميم او الصبغ مع تحديد الالوان والمواد اللي يصبون بيها ويرممون بيها واجهات البنايات واجهتنا عقب انه اغلب البنايات اللي موجودة هي او اكثرها يعني هي اصحابها خارج العراق اصحاب المحلات يقول احنا ما عدنا التخويل انه احنا نصرف على البناية وبعدين منو ينطينا الفلوس مالتنا المسئولية تقع على عاتق الجميع بملف اعادة رونق عاصمة السلام وجمالية هويتها العمرانية كما يرى البغداديون لكنهم اكدوا ان المهمة الاساسية تتحملها اجهات الخدمية المعنية من بغدادي اسر عامر العراقية الاخبارية